الجيش العرقي يحتفل بالذكرى الخامسة والتسعين لتأسيسه والعبر يؤكد عن عاماً 2016 سيكون عاماً لانتصارها لدعشة وزير الدفاع يدعو القوات المسلحة إلى الاستعداد لتحرير الموصل والتحالف الدولي يقول أن العملية تحتاج إلى تكتيك خاص لهزيمة داعش العراق يتوسط لتهديئة الأجواء بين سعودية وإيران سلمياً وشبابنا في محافظة بابل يقومون بعدة تنميم جامع عمار بن ياسر بعد تفجيرها الحكومة والبرلمان يدرسان تقليص أعضاء مجالس المحافظات لمواجهة الأزمة المالية والمالية النيابية تؤكد تأمين رواتب الموظفين خلال العام الجاري مساء الخير مشاهدين الكرام وأهلا ومرحبا بكم إلى نشر أخبارية مفصلة من المدى والبداية مع رياضة أهلا بك نور أهلا بكم مشاهدين الكرام مستمعين الرحبة في كل مكان إلى تفاصيل هذه النشرة أن رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدا لابادي أشعب العراقية بحلول الذكرى الخامسة والتسعين لتأسيس جيشة وأشهد بالموقف التاريخي للعراقيين في مواجهة تنظيم داعشة وعبر لابادي عن فخره بمهنية المؤسسة العسكرية وفي بيانا له قال العبادي أن عام 2016 سيكون عام تحقيق الانتصار النهائي على داعش حيث تعهد بتطهير الموصل وكل أرض العراق كما ثمن العبادي دور الجيش في الحفاظ على سيادة العراقي وكرمة شعبه أضاف إلى الدور الكبير الذي لعبه في حفظ الأمن والاستقرار وكان رئيس الوزراء حيد العبادي قد وضع برفقة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ووزير الدفاع قلد العبيد إكليلا من الزهور على نصب الجندي المجهول بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش العراقي بالتزامن مع ذكرى تأسيس الجيش العراقي أحتفت الكلية العسكرية بتخرج دورة جديدة لضباط الكلية بعد أن أكملوا دروس نظرية وتطبيقية حيث سيتم توزيعهم على مختلف الصنوف المزيد نتابعه في هذا التقرير هكذا انطلقت احتفالات ذكرى تأسيس الجيش العراقي الخامس والتسعين بفعاليات تفاعل جميع الحضور معها تزامنا مع الانتصارات المتحققة مؤخرا في الأنبار لا سيما تحرير الرمادي والمناطق المحاذية لها احتفلت الكلية العسكرية مصنع الأبطال بتخرج أكثر من 400 ضابط هناك تطور في بناء هذه المؤسسة العسكرية من ناحية التدريب والتجهيز والقتال وهذا يعني أن جيشنا في حالة مستمرة من التطور ومع التطور يجب أن يكون للبلد جيش سليم ولا يبنى الجيش السليم إلا بالتدريب السليم وبالتجهيز السليم وبالعقيدة السليمة وهذا ما نلاحظه الآن هذه هي نتيجة التدريب السليم نتيجة التجهيز السليم نتيجة العقيدة السليمة أن تتخرج كوكبة رائعة من أبطالنا يرفضون قواتنا المسلحة بكل الفخر والاعتزاز وتحقيق النصر بدايةً وهني الشاب العراقي وهني جميع منتسبي جيش العراقي بكافة الصنوفية بذكرى 95 لتأسيس الجيش العراقي وكذلك وهني طلاب دورة 50 وعوائلهم الكريمة التي حضروا اليوم لتخرج أولادهم ليكونوا ضباطاً طاعلين في هذه المؤسسة تدريبات مكثفة وعلى مدى عامين خضع لها جميع الضباط المشاركين في الدورة الخامسة بعد المئة ستكون كفيلة بدعم القوات المسلحة في المعارك الدائرة بالمحافظات التي تشهد معارك كل العسكر تحتفل بتخرج الدورة المئة وخمسة وعلى الطلاب مئة واثنيا الذي قضى فترة مدة سنتان تقويمتان تدريب على الأسلعة ومناة الميدان والتماني التعبوي والذين سيئة سوف يتخرجون هذا اليوم ثم ينضمون إلى صفوف قوات المسلحة لمنقاتل الدعش واخراج آخر دعشي من العراق العظيم من أجل الضمان الأمن والاستقرار تحرير الرمادي مؤخراً من قبل قوات الجيش العراقي بمختلف الصنوف قد يعطي زخماً ودعماً لباقي القطاعات العسكرية التابعة له استعادة عافيتها التي تعرضت في وقت سابق إلى كبوة خاصة أنها تشهد من الحين للآخر تجدداً بدماء شابة من خلال تخرج الدورات التدريبية العسكرية حملت الذكرى الخامسة والتسعون لتأسيس الجيش العراقي الباسل انتصارات كبيرة وعلى مختلف الجبهات كان أبرزها تحرير مدينة الرمادي بالكامل لتستعيد القوات الأمنية هيبتها وسمعتها في دفعة معنوية جديدة لتحرير ما تبقى من الأراضي المزيد مع الزميل إبراهيم المحمود السادس من كانون الثاني مناسبة عيد تأسيس الجيش العراقي يستعيد ذكرها في كل عام منتسب وضباط الجيش الذي حفلت انتصاراته في جميع الدول العربية واليوم يخوض معارك ضد تنظيم داعش لتحرير ما تبقى من المحافظات الواقعة تحت سيطرة التنظيم أهني عشاء بالعراقي وإن شاء الله النصر قريب بحال الله والأبطال موجودين بعزم الله إن شاء الله التحرير موجود قريب إن شاء الله أهني عوائل الشهاداء بهذه الانتصارات وتحرير رمادي وإن شاء الله منها للموصل هذه القاعدة فوت برك هجم لي يطمع دوس عليه قاعدة فوت برك الأذ APIs الذكرى الخامسة والتسعون من تأسيس الجيش العراقي حملت معها العديد من الانتصارات في محافظات عدة خاضتها القوات الأمنية منها الرمادي وصلاح الدين وديالا في وقت يؤكد الجيش العراقي أن المعركة القادمة ستكون في محافظة نينوى نهينا جيش العراقي الباصل وأفراد قوات المسلحة لهذا اليوم لغير ذكرى 95 لتلسل جيش العراقي نتمنى له القضاء على الإرهاب والعمل والأمان نتمنى له المزيد من الانتصارات الرائعة التي سطرها في محافظة الأنبار وإن شاء الله النصر قادم في محافظة نينوى نتقدم بأسماء آيات التهاني والتبركات إلى السيد القادة العام للقوات المسلحة ومعالي وزير الدفاع المحترم والسيد قادة عمليات بغداد بهذه الذكرى سألنا المولى عز وجل أن يديم الانتصارات التي حققها جيشنا الباصل وقواتنا الأمنية استعادة قوات الجيش زمام الأمور بعد أحداث الموصل في العام السابق والتي برزت بعد تحرير تكريتا والرمادي وغيرها من المدن بادرة تعيد للجيش العراقي مكانته لحفظ سيادة العراق والوقوف بوجه التهديدات الإرهابية انتصارات القوات الأمنية في محاور عدة عده أغلب منتسبي وضباط الجيش العراقي بأنه ثمن عيدهم الذي يودون الاحتفال به من بغداد إبراهيم المحمود المدى مرحل صعبة اجتازها الجيش العراقي ليثبت وجوده وقدرته على مواجهة التحديات لكنه ما يزال بحاجة إلى مزيد من الدعم وعلى مختلف المجالات الأسيام التسليح والبناء الصحيحة فضلا عن إبعاده عن الخلافة السياسية التي طالما عكست بالسلب على أدائها في ظل ظروف داخلية وإقليمية غاية في التعقيد تمر الذكرى الخامسة والتسعون لتأسيس الجيش العراقي وسط أمنيات بأن يحظى بالدعم من خلال التسليح والبناء الصحيحة ليكون جيشا قادرا على مواجهة مهام المرحلة الحالية نتمنى أن يأخذ هذا الجيش دوره في البناء المهن الصحيح وأن يحظى في الدعم المناسب من قبل الحكومة في بنائه في تجهيزاته في تسليحه في إعداد إعداد صحيح وأتمنى أيضا أن يطبق مبدأ التجنيد الإلزامي لكي يكون هذا الجيش لكل عراقيين ومن كل عراقيين ويكون جيش قادر على مواجهة مهام المرحلة الحالية لأنها مرحلة صعبة جدا حيث يتركز الأرهاب في كثير من ربوع البلد وهذا يتطلب مهنية في الإداء وقدرة على المجابهة من ناحية التدريب ومن ناحية الإعداد ومن ناحية التجهيز ويرى مراقبون أن معارك الرمادي أثبتت أن الجيش العراقي قادر على حسم المعارك برغم قلة الدعم في الأسلحة والتجهيز مؤكدين أن أمن الشعوب بقوة جيوشها اليوم معارك الرمادي أثبت أن الجيش العراقي قادر على أن يحقق شيء ولو بيأسلح أقل من ما يمكن نسميها القوية والقادرة على أن تحسب المعارك لكنه قد حسمها اليوم نحتفل بجيش العراقي ونحن نعتقد أن أمل العراق والعمود الفقري والمدافع الوحيد الحقيقي المؤسسة العسكرية والمؤسسة العسكرية كل ما تكون ذات قوة وإمكانية وقدرة وثقة بالنفس بالتأكيد الوطن والشعب سيكون في أمان تحدية كبيرة تواجه الجيش العراقي في الذكرى الخامسة والتسعين على تأسيسه وهو يخض مع باقي القوات الأمنية حربا شريستا ضد تنظيم داعش لتحرير المناطق التي يسيطر عليها التنظيم منذ أكثر من عام ونصف من بغداد صالح الطياب المدى مهرجان يجسد التراث البغدادية القديم ويستذكر يوميات العوائل البغدادية جاء متزامنا مع الذكرى الخامسة والتسعين لتأسيس الجيش العراقي تمنى الحاضرون فيه أن يكون تقليدا سنويا للاحتفال بعروسة البغداديين تفاصيل أكثر في هذا التقرير تزامنا مع الذكرى الخامسة والتسعين لتأسيس الجيش العراقي أقام متطوع بغداد مهرجان يوم بغدادية على حدائق متنزه الزوراء ببغداد هذا اليوم المبارد عيد الجيش العراقي الباصل وأن ندل على شيء فإنه مارسة يوم بغدادية اللي يشفنوا واضح عن إيمانكم وحبكم لعاصمتكم الحديدة بغداد التي لا نقوم جودا وبالتعاون المثمر والتنسيق المتواصل معكم إلا بدلنا في ميان دين العمل والإرقاء على مستوى الخدمات البغدادية ارتعينا أن يكون لبغداد يوم متزامنا مع عيد الجيش الباصل مثل ما شاهدت حضرتكم هذه الجموع التي حضرت من الشباب والمتطوعين منظمات المجتمع المدنية وفرق تطوعية طبعا هذا الحفل كان بتعاون مع أمانة بغداد إن شاء الله ستكون انطلاقة أخرى متميزة للشباب العراقي من خلال هذا المهرجان الرسوم واللوحات الفلكلورية واللقطات البغدادية القديمة كانت حضيرة في المهرجان حيث جسدت التراث البغدادي القديم وما له من ذكريات جميلة التي شاركت ضمن فعالياته اليوم شاركنا بمهرجان يوم بغداد قدمنا المهرجان بمناسبة يوم بغداد وأيضا مناسبة عيد الجيش وعمل تطوعي مختلف الفراق ومنظم منهم فرقنا نحن التجمع القادة الشباب حبينا نحتفل ببغداد وبعيد الجيش قدمنا بزارات وفعالية مشاركة أيضا بخمسة عمال الشيلي تميز بأنه أرسم بالقلم الجاف هالمرة رسمت الأغاني السبعينيات اللي هي الفنانيات الخضور وكذلك حسين نعمة وفنان كاظم السهر أيضا تمهني إليه مهرجان تطوعي هو سميناه مهرجان بغداد هو عبارة عن فرق تطوعية من الشباب اجتمعت وكونا هذا المهرجان تكريم حبيبتنا بغداد هذا مو أول بازار أشارك به أكترات أي بازار يكون بأي مكان أن أشارك به لأنه اليوم مناسبة ومحتفلين بها مناسبة عيد الجيش ستة كانون صارت وياها بنفس اليوم ومع استذكار عيد الجيش العراقي وبطولاته التي سطرها مؤخرا في دحر عناصر داعش تمنى الحاضرون أن يكون المهرجان البغدادي تقليدا سنويا للاحتفال بعروسة البغداديين من بغداد ضياحاتهم المدى هنأت أرساط شعبية القوات المسلحة بذكر تأسيس الجيش العراقي الخامسة والتسعين متمنين له دوام الانتصارات على أعداء العراق خصوصا تنظيم داعش مؤكدة وقوفهم صفا واحدا مع القوات الأمنية في حربها ضد الجماعات المسلحة بمناسبة هذا اليوم العظيم ذكرى تأسيس جيش العراقي الباسل الذي ضحى ويضحي في سبيل الأمة العربية له طبعا الجيش العراقي إلى ماضي عريق دافع عن فلسطين ودافع عن الجهل ودافع عن سوريا والحد لا ندافع هو مو دي قاتل الحج للشعب والجيش العراقي دفاعا عن عراق بس وإنما دفاعا عن الأمة العربية لبعا التحية لجيشنا الباسل البطل اللي ضحى بدمائنا ومن أجل بلدنا ومن أجل أنه يبقى العراق سالم وما يوصلون هذول الأنجاز إلى بغداد إلى مناطقنا نحب نهني الجيش العراقي الباسل والقوات الأمنية في عيد تأسيسهم وإن شاء الله من نصري إلى نصري نهني جيشنا الباسل المقدام الشجاع بذكرى تأسيسه وذكرى تأسيس جيش العراقي البطل اللي خاض أروح وأجمل الملاحم وأشجعها بالوطن العربي ودفاع عن البواب الشرقية قديما وحالي ندي يخوض المعارك ضد داعش تنظيم الدولة اللا إسلامية ونتمنى للانتصارات إن شاء الله نحن كقوى شعبية ومنظمات مجتمع مدني نهنئ ونبارك جيشنا المقدام الجيش الباسل الذي سطر أروح الملاحم البطولية في التضحية والفداء من أجل أمن العراق وسيادة العراق فهنيئا لهذا الجيش المقدام في عيده ونتمنى له مزيدا من الانتصارات وفي محافظة ميسان هنأت الأوساط السياسية والشعبية الجيش العراقي بصنوفه كافة بمناسبة حلول الذكرى الخامسة والتسعين لتأسيسه فيما أشادت بالانتصارات التي حققها على تنظيم داعش كما دعت إلى تفعيل الخدمة الإلزامية ودعم المؤسسة العسكرية من جميع الجوانب المزيد مع الزميل أحمد كريم تحل الذكرى السنوية لتأسيس الجيش العراقي في الوقت الذي يواصل فيه عملياته ضد التنظيمات الإرهابية وفيما هنأت الأوساط السياسية والشعبية في محافظة ميسان القوات المسلحة بهذه المناسبة فإنها أشادت بالانتصارات المتحققة على تنظيم داعش الإرهابي ودعت إلى دعم المؤسسة العسكرية وتعزيز قدراتها المناسبة الذكرى تأسيس جيش العراق الباصل يتقدم مجلس محافظة ميسان بالتهنة والتبريك للشعب العراقي وليجيشنا بصورة خاصة آملين ونتمنى المزيد من النجاحات والانتصارات لهذا الجيش من واجبنا الأخلاقي والوطني والشرعي دعم المؤسسة العسكرية الحمد لله وشكر مؤسستنا العسكرية وجيشنا البطل أثبت للجميع أنه خسروا الرهان على فشل هذه المؤسسة بانتصاراته بتحرير مدينة الرمادي وأكد مواطنون أن القوات العسكرية أعادت الثقة إلى نفسها من جديد وأفشلت رهانات الأعداء بعد تحرير الرمادي وطالب البعض بتفعيل الخدمة الإلزامية وبناء الجيش وفق النظم والأساليب الحديثة ليكون على مستوى عال من الجاهزية لمجابهة الأخطار المحدقة بالبلاد إذنهن هذا الجيش المغوار والبطل وكل أبناء الشعب العراقي بذكرى تأسيس الجيش العراقي الباصل وأمنياتنا حقيقة تقدم المزيد من التطورات للجيش العراقي وتفعيل دور الخدمة الإلزامية بالنسبة للجيش العراقي لكي يكون جيش عقائدي ووطني من هنا نناشد الحكومة بتفعيل الخدمة الإلزامية لإسناد للجيش العراقي وتقوية الجيش العراقي لكون دول الجوار نراها كالذئاب عيونها تتربص في أرض العراق ويعلق العراقيون وهم يحتفلون بالذكرى الخامسة والتسعين لتأسيس الجيش العراقي آمالهم على القوات المسلحة بكافة صنوفها لتحقيق الانتصار النهائي على التنظيمات الإرهابية وتطهير جميع الأراضي العراقية أحمد كريم المدى ميسان تاريخ حافل بالانتصارات سجلها الجيش العراقي منذ تأسيسه قبل خمسة وتسعين عاما خروب خاضها من أجل قضايا وطنية وأخرى قومية لكن تلك المسيرة لم تخلو من الانتكاسات والتي كان أخرها أمام الولايات المتحدة والتي سقطت على إثرها بغداد خمسة وتسعون عاما مضت على وضع النواة الأولى لجيش العراقي سنوات طويلة كانت حبلة بالأحداث والمتغيرات في السادس من كانون الثاني عام الف وتسعمائة وواحد وعشرين أعلن تأسيس جيش من عشرة ضباط وأنيطت رئاسته بالفريق جعفر العسكري وزير الدفاع العراقي وفي تموز من العام نفسه جرى إعلان تشكيل أول فوج في الجيش العراقي وتحت اسم فوج الإمام موسى الكاظم وقد اعتبرت الخدمة في الجيش آنذاك طوعية وليست إلزامية أما أهم الحروب التي دخلها الجيش العراقي منذ تشكيله ولحد الآن هي حرب آيار عام الف وتسعمائة وواحد واربعين والتي كانت بينه وبين القوات البريطانية التي أنزلت قواتها دون موافقة الحكومة العراقية حرب عام الف وتسعمائة وثمان واربعين في فلسطين التي دارت بين قوات المملكة المصرية سابقا وقوات المملكة الأردنية والسورية ضد القوات الإسرائيلية حرب الخامس من حزيران عام الف وتسعمائة وسبعة وستين التي تعرف بنكسة حزيران أو حرب الأيام الستة وهي الحرب التي نشبت بين إسرائيل وكل من مصر وسوريا والأردن وتعتبر ثالث حرب ضمن الصراع العربي الإسرائيلية والتي أدت إلى احتلال إسرائيل لسيناء وقطاع غزة والضفة الغربية والجولان حرب السادس من تشرين الأول عام الف وتسعمائة وثلاثة وسبعين بين دول الطوق العربي مصر وسوريا والأردن ضد الجيش الإسرائيل ومساهمة الجيش العراقي فيها الحرب العراقية الإيرانية عام الف وتسعمائة وثمانين واستمرت لثماني سنوات واعتبرت من أطول الحروب التقليدية في القرن العشرين حرب الخليج الثانية التي تمت بعد اجتياح العراقي لدولة الكويت في الثاني من آب عام الف وتسعمائة وتسعين والتي دارت مع قوات تحالف من أربع وثلاثين دولة حيث خسر فيها الجيش العراقي عشرات الآلاف من قواته وتم أسر آلاف أخرى وقتل الآلاف من المدنيين وتدمير ماكنة الجيش العسكرية وقواعد البنية التحتية في عموم البلاد وفي عام الفين وثلاثة خاض الجيش معركة غير متكافئة أدت إلى احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة ومساعدة دول أخرى كبريطانيا وأستراليا وبعض الدول المتحالفة مع أمريكا وقد تسببت بأكبر خسائر بشرية في تأريخ العراق منذ عقود عدة لتحل فيما بعد المؤسسة العسكرية من قبل الحاكم المدني الأمريكي للعراق بوليبر مار في قرار عد لاحقا غلطة كبيرة لكنه سرعان ما أعيد تشكيله وإعادة الضباط القدامى مع استثناء الرتب الكبيرة وإحالتهم إلى التقاعد ويبدو أن مسيرة الحروب لم تنتهي بعد حيث يأخذ جيش اليوم معارك ضد التنظيمات الإرهابية حيث تمكن من تحقيق انتصارات كبيرة استعاد خلالها مدنا كاملة كانت تخضع لسيطرة تلك التنظيمات وللحديث أكثر عن الذكرى الخامسة والتسعين لتأسيس الجيش العراقي ينضم معنا مباشرة ضياء الوكيل الخبير بالشؤون الأمنية والستراتيجية مرحبا أستاذياء أهلا وسهلا بكم طيب يعني واحد من أقدم الجيوش في المنطقة العربية يمتلك سجلا مشرفا وحافلا مثل في الدفاع ليس فقط عن العراق بل وحتى عن الأمة العربية كيف تصف لنا الجيش العراقي الآن وهو يحتفل بالذكرى تأسيسها الخامسة والتسعين شكرا لكم وتحية لمشاهديكم الكرام نهنئ الجيش العراقي الباسل بذكرى السنوية لتأسيسه أنا أعتقد أن الجيش العراقي تخطى عتبة العام الجديد وهو أكثر قوة وتماسك ويظهر أنه بدأ يتعافى فعلا من الانتكاس والتصدع الذي لحق بالمؤسسة العسكرية نتيجة أحداث الموصل الجيش العراقي الآن هو أكثر ثقة بقدراته على النهوض بدورة ومهماته الوطنية في الدفاع عن العراق وقبل ذلك تحرير ما تبقى من الأرض العراقية التي المحتلة من قبل الدوائش بعد الانتصارات الأخيرة في الرمادي كيف من الممكن أن نستفيد منها في خلق جيش عراقي يهمه الأول الدفاع عن الشعب ووحدة أراضيه يعني نبرة التفاؤل التي تحدثنا بها لا تقلل من أهمية التحديات الجسيمة التي تنتظر وتواجه الجيش العراقي وأولها أنه معني بخوض معارك كبرى لتحرير الأرض العراقية المختصبة والدفاع بالتالي عن الحدود العراقية وأيضا في خط متوازي هو استكمال أو إكمال بناء القوات المسلحة وهذه خطة كانت موضوعة إلى العام 2020 ويعني أنا أعتقد أنه يجب إعادة النظر بمنظومة إعداد وانتقاء القادة والآمرين المرشحين لإشغال مناصب القيادة والركن في وحدات القوات المسلحة واعتماد معايير مهنية جديدة تعتمد على الشجاعة والنزاهة والكفاءة والابتعاد عن المحاصصة والطائفية والصفقات السياسية التي ألحقت ضررا جسيما ببناء المؤسسة العسكرية وأيضا الاهتمام ببناء المقاتل الإنسان يعني البناء النفسي والمعنوي وإعداد المقاتل لتحمل الضغوط والمصاعب التي يتعرض لها في الميدان ليتمكن من الثبات وأيضا تنمية الشعور الوطني والاستعداد العالي للتضحية والفداء في سبيل الوطن طيب ما المطلوب لتعزيز قدرات الجيش العراقي في الوقت الحاضر يعني أين النقطة الضعف فيه هل تجدون أنه بحاجة للمزيد من التسليح والتدريب؟ يعني أنا قلت أنه يجب أن يعني خط متوازي يعني هذا نادرا ما يحدث في جيوش العالم أنها تخوض معارك التحرير في نفس الوقت الذي تستكمل فيه البناء يعني المؤسسة العسكرية الآن والقيادة المشرفة عليها في وزارة الدفاع في مكتب القائد العام للقوات المسلحة يعني تسعى إلى تأمين الأسلحة والتجهيزات ويعني مستلزمات التدريب لإسناد التشكيلات المقاتلة وأيضا المؤسسات التنظيمية والتدريبية للقوات المسلحة فيما يتعلق بالتدخلات السياسية بشؤون المؤسسة العسكرية ألا يفترض أن تكون هذه المؤسسة بعيدة عن نظام المحاصصة لكي يكون بعيدا عن أي خلافات؟ يعني أحد أسباب الخلل والضعف والوهن الذي لحق ببناء المؤسسة العسكرية أنا كما قلت هو المحاصصة التي أوجدها الأمريكان عندما بدأوا بإعادة بناء أو شكلوا الوحدات الأولية كانوا يضعون في الاستمارات استمارات التقديم أنه أنت من أين؟ ما هي قوميتك؟ ما هو مذهبك؟ ما هي طائفتك؟ أنا تابعت هذه الاستمارات وموجودة عندي حتى ذهبوا بالتفاصيل إلى أنه أمك ما هي قوميتها وما هو مذهبها ومن أي طائفة؟ هذه التفاصيل التي غذاها الأمريكان ألحقت بالمؤسسة العسكرية ضرر كبير وحملت معها بذور الفشل المنتظر وأيضا الدور الذي أسند للمؤسسة العسكرية كان دور شرطوي يختلف عما أسند إليها بموجب الدستور وهو الدفاع عن العراق يفترض القوات المسلحة ما تكون على تماس مباشر يوميا مع المواطنين القوات المسلحة لها مهمة مسندة وموكلة إليها بموجب الدستور وهو الدفاع عن العراق وأما في موضوع السياسة والتدخل السياسي فالدستور كان واضح جدا في المادة التسعة من المبادئ الأساسية وهو يقول أنه لا شأن للمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية بتداول السلطة ولا تتدخل في السياسة ولا يسمح للضباط والمراتب بالعمل السياسي وكذلك أخذوا تعهدات من كل من ينتمي إلى المؤسسة العسكرية بأن لا يمارس العمل السياسي ولكن للأسف الشديد كانت هناك تدخلات ولم يكن انتقاء القادة والآمرين على أساس الكفاءة والنزاهة والاستعداد العالي للترحية إنما كانت صفقات سياسية أدت بالتالي إلى ما حدث في يوم عشر حزيران انتكاسة الموصل وبالتالي ما لحق أيضا في صلاح الدين وللأسف ما حدث في أيار الماضي أيار من العام الماضي عندما سقطت مدينة الرمادي ولكن الجيش العراقي اليوم أكثر ثقة وتفاؤلة وتصميما وعزما على مواصلة البناء والقتال من أجل تحرير الأرض العراقية المختصبة الخبير بالشؤون الأمنية والستراتيجية ضياء الوكيل شكرا جزيلا لك في الملف الأمنية ومن حرب ضد الأرهاب إذا تمكن جهاز مكافحة الأرهاب من سيطر على مستشفى الرمادي العام وتطهير جامع الدولة الكبير ومدينة الألعاب في الرمادي وذكر متحدث باسم جهاز مكافحة الأرهاب صباح نعمان أن قوات الجهاز تمكنت من السيطر على مستشفى الرمادي العام وتطهير جامع الدولة الكبير ومدينة ألعاب الرمادي وكان قائد جهاز مكافحة الأرهاب الفريق روكون عبدالغان الأسدي قد علن صباح اليوم انطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق لتحرير جامع الدولة الكبير وسط المدينة ومنطقة الملعب القديمة وكلا أن الجهد الهندسي يواصل تطهير المدينة من المتفجرات تمكنت القوات الأمنية من تطهير وفتح الطرق من منطقة الخمسة كيلو باتجاه منطقة التأميم ومعمل زجاج الرمادي وصولا إلى معسكر الورار مصادر مطلعة أشارت إلى أن قطعات جهاز مكافحة الأرهاب باشرت بالتقدم شرقا وتطهير المباني وطرق المفخخة وتفكيك العبوات الناسفة وإخلاء المدنيين ومعالجة الأهداف التي حددتها بواسطة طيران الجيش وطيران التحالف والأسلحة الساندة مبينة أن القوات الأمنية قتلت عشرات المسلحين وفجرت عجلة مفخخة كانت تحاول استهداف فوج مكافحة الإرهاب الأول أعلن قائد الفرقة السابعة بالجيش اللواء ركنو مان عبد الزبعي زوال خطر تنظيم داعش عن حديثة وبروانة والبغداد بعد أحباط جميع هجمات التنظيم الزبعي أضاف أن داعش تكبد خلال هجماتها التي شنها على حديثة وناحية تيبروانة والبغداد خسائر كبيرة مشيرا إلى أن القوات الأمنية وأبناء العشار انتشروا وأملوا جميع الطرق الرئيسية فضلا عن استقدام قوات احتياطية لتعزيز الوجود الأمنية في المنطقة وذلك لإحباط أي هجمات لداعش عليها أكد مجلس قضاء حديثة بمحافظة الأنبار أن القضاء يواجه أشرس هجمة من عناصر تنظيم داعش بعد فشل محاولاتهم بالسيطرة عليه لأكثر من عام وأوضح رئيس مجلس القضاء خلل انصيث أن هجوم داعش على قضاء حديثة يأتي كردة فعل للتنظيم إطرى الخسائر والهزيمة التي واجهها في مدينة الرمادي مبينا أن التنظيم ومنذ ثلاثة أيام يهجم القوات الأمنية في القضاء من ثلاثة محاور عبر اعتماد الأعداد الكبيرة من المفخخات لاقتحام سواتر المدينة الأمامية أعلن التحالف الدولية تنفيذ عشرين ضربة جوية ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بيان لقيادة العمليات أوضح أن طائراته نفذت تسعة عشرة ضربة جوية في العراق مستهدفة مواقع لتنظيم داعش مبينا أن ضربات أسفرت عن تدمير ست وحدات تكتيكية تابعة للتنظيم وتدمير سبعة وعشرين موضعا قتاليا مع تدمير ثلاثة أبنية ومخزن عتاد قتل ما يسمى بوزير الحرب في تنظيم داعش وثلاثة من معاونيه بقصف جوي عراقي بناحية بروان غربي محافظة الأنبار مصدر أمني أوضح أن الطيران العراقي قصف مكان وجود وزير حرب داعش دوهان الراوي في تل خرينثا بناحية بروان بعد محاصرته لمدة خمس ساعات من قبل قوة أمنية برية ما أسفر عن مقتله وثلاثة من معاونيه أعلنت قيادة عمليات بغداد تدمير رتل تابع لتنظيم داعش ومقتل واحد وعشرين مسلحا في منطقة الثرثار المتحدث باسم العمليات العميدة سعد معا ذكر في بين الله أن طيران جيش وأبطال القوى الجوية تمكنوا من تدمير رتل متحرك لداعش مكون من سبع عجلات وأثنتان منها ملغمة وقتل من فيها ضمن قاطع الثرثار وضيفا أن ذلك تم من خلال عملية الرزد المستمرة نشبت اشتباكات عنيفة بين قوات البيشمرك وتنظيم داعش شرقينينو وتكبد خلالها التنظيم خسائر فادحة بالعدد والعدة مصادر مطلعة أشارت إلى أن الاشتباكات اندلعت في ساعة متأخرة من مساء الثلاثة في الجبل الأصفر التابع إلى منطقة برطلة شرقينينو لافتا إلى أن الاشتباكات أسفرت عن مقتله 17 مسلحا من داعش وتدمير أربع آليات لهم بالإضافة إلى تلجير سيارتين وفخختين قبل الوصول إلى أهدافها دعا وزير الدفاع خالد العبيدي القوات المسلحة إلى أن تكون على أهبة الاستعداد لتحرير محافظة نينوى من تنظيم داعش العبيدي وخلال كلمته بمناسبة الذكرى الخامسة والتسعين لتأسيس الجيش العراقية أكد أن الأيام المقبلة ستشهد انطلاقات كبرى لتحرير ما تبقى من البلاد مشيرا إلى أن العمليات العسكرية ضد الجماعات المسلحة ستستمر لغاية القضاء عليهم وطردهم من العراق من جهة أخرى أعلن التحالف الدولي أن معركة تحرير الموصل تحتاج إلى تكتيك خاص لهزيمة تنظيم داعش وطرده من المحافظة وأوضح المتحدث باسم التحالف الدولي ستيب وارن خلال مؤتمر صحفي عقده في واشنطن أن نحو 30 ألف عنصر من تنظيم داعش متواجدين في سوريا والعراق مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تأمين الحدود بين البلدين لمنع تسلل أولئك العناصر وأكد وارن أن القوات الأمنية العراقية بمساعدة التحالف الدولي استطاعوا تأمين خروج جميع المدنيين من أحياء الرمادي وتوفير الاحتياجات لهم مضيفا أن داعش خسر ما يقارب العشرين بالمئة من الأراضي الواقعة تحت سيطرته نتيجة تقدم القوات الأمنية والقطاعات العسكرية أكد الناطق الرسمي باسم الحجد الوطني في مدينة الموصل لأن القوات التركية كانت متواجدة منذ أكثر من ستة أشهر لتدريب قوات الحجد الوطنية مبينا أن الحجة انتفت لهذه القوات خصوصا بعد الانتصارات التي تحققت في مدينة الرمادي حضور المتدربين الأتراك هم منذ أكثر من ستة أشهر وكان هذا بشكل علني وتم التصريح به في وقتها بأنهم أتوا لتدريب أبناء محافظة نينة وأيضا قدموا الكثير من المستلزمات الضرورية لإنجاح هذه التجربة الآن قلناها سابقا بأن أبناء العراق ليسوا بحاجة إلى قوة أجنبية لمساعدتهم في التحرير بالرغم أننا الآن نخذ معركة نيابة عن العالم الحرب عالمية ضد داعش فلا ضير حتى أن نستعانينا بقوة خارجية ولكن أقول بأن أبناء العراق قادرين على تحرير أرضهم وهذه الانتصارات اليوم تأتينا من الأنبار وإن شاء الله غدا من نينوة حذرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان من تعرض ألاف الأطفال النازحين للموت نتيجة انخفاض درجات الحرارة في المخيمات وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي أن الألاف الأطفال مهددون بالموت بسبب انخفاض درجات الحرارة وعدم تأمين وسائل التدفئة في المخيمات من قبل الحكومة الاتحادية داعيت في الوقت نفسه بتوفير جميع الاحتياجات الرئيسية العاجلة لإغاثة هذه الشريحة التي تعاني الأبنرين بسبب الإهمال طلب محافظه الديوانية سامي الحسنوي الحكومة المركزية بضرورة استهداث الدرجات الوظيفية في الجيش والشرطة وذلك لتعزيز الأمن في المحافظة بالإضافة إلى تعويض النقص الموجود بالمعدات العسكرية بالنسبة للملف الأمنية ومدينة الديوانية من خلال السنوات السابقة كانت قادرة على مسك هذا الملف بقوة من خلال يقضت أبنائها وقدرة القادة الأمنين موجودين بالمحافظة نحن تنقص بعض المعدات وتنقص استحداث الدرجات المحذوفة من المدينة الديوانية أن تعاد إلى هذه المدينة وبالتالي تكون قادرة تماما على أدارة هذا الملف بكل كفاءة وقدرة وفعالية إن شاء الله أعلنت وزارة الكهرباء انفصال خط لاستيراد طاقة الكهربائية جراء نزاع شائري في محافظة البصرة وأوضح المتحدث باسم الوزارة مصعب المدرس أن خط استيراد الطاقة الكهربائية ضغط الفائق تم استهدافه بإطلاقات نارية كثيفة جراء نزاع عشائري بمنطقة الهرثة في محافظة البصرة مبينا أن هذا العمل أسفر عن تقطع الأسلاك الرابطة بين عدد من الأبراج وفقدان 350 ميجاوات من الطاقة الكهربائية المستوردة فيما أشار إلى أن هذا الخط يمثل الخط الثاني لاستيراد الطاقة الكهربائية من إيران النشر مستمرة لكن بعد هذا الفاصل قد ينسى الناس ما نقول وقد ينسى الناس ما نفعل يعني هذا الطفل هي شيء هذا طفل يغط بعد ما يطلع لأنهم لا ينسون أن السكوت عن حقوقهم يكون فادحاً وصعب زين عايشين على الله وعالراد زين الجيل يعني إذا يقول لنا روح أسرقوا والله العظيم حس واحد واحد يقفز جملة بجملة بجملة يصف العراس قدور اختصبت شون ما سميها نازحين اختصبت راحوا غيروا بالعقارات راحوا غيروا بالطابو راحوا غيروا بالسندات نعم النبس عمارة بالسوء نعم يعني هذا عنده سيارة دولة وما عنده وازع ديني ولا عنده مخابة الله ولا أكو من المسؤولين عليه تابعه بالتأكيد يقتلوا يقتلوا من هنا ندرك أهمية أن نتابع نتائج ما ننقله عبر حوار معقول بين الناس والحكومة من جديد أهلا بكم أعلن وزير الخارجية العراقية إبراهيم جعفري أن العراقية تحرك عربيا لتهديئة الأجواء بين رياض وطهران بشكل سلمي مشيرا لأن تدعيات الأزمة ستجر المنطقة لحرب لا رابح فيها الجعفري وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظره الإيراني محمد جواذري في العاصمة الإيرانية طهران أكد أنه لا يمكن للعراق أن يقف ساكتا وحياديا أزاء أي أزمة ممكن أن تبدو في الإفق ولا بد من المبادرة لغرض إيقاف المشكلة من أجهاته اتهم وزير الخارجية الإيرانية محمد جواذ ظريف المملكة العربية السعودية بالعمل على خلق المزيد من الأزمات في المنطقة ومخاولات تخفيض أسعار النفط فيما أكد أن الحكومة الإيرانية ملتزمة بحماية الدولماسيين السعوديين ومعاقبة من تورط بحادث الاعتداء عليها ظريف أكد أيضا أن أعدام النمر لا يمكن تبريره ونكون احتراما خاصا للعالم العربية دعينا الجميع لأن يكونوا ضد الطائفية والإرهاب كما لفت إلى أن المملكة العربية السعودية تعمل على خلق المزيد من الأزمات في المنطقة مع محاولاتها في تخفيض أسعار النفط ومعارضة لاتفاق النهوية نظمت فصائل الحجد الشعبي اليوم تظاهرة في ساحة التحرير وسط بغداد استنكرت خلالها عملية إعدام الشيخ نمر باقر النمر من قبل السلطات السعودية التظاهرة طالبة الحكومة بإغلاق السفارة السعودية في العراق واستدعاء السفير العراقي من الرياضة إضافة إلى مقاطعة البضاعة السعودية كما هددت الفصائل باللجوء لخيارات أخرى إن لن تحقق الحكومة مطالبها أعلنت الأردن إدانتها الشديدة ورفضها المطلق للاعتداء والتعرض للبعثات الدلماسية والاعتداءات الأخيرة المرفوضة والمستهجنة على سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصريتها في مشهد بيانون لوزارة الخارجية الأردنية أكد استدعاء السفير الإيرانية في عمان إلى مقر الوزارة وإبلغه رسميا موقف الأردن بإدانة التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية ورفض التصريحات الأخيرة الصادرة عن مسؤولين إيرانيين وضرورة احترام الشأن الداخلي في السعودية في حادثة تعبر عن مدى التلاحم بين الطوائف المجتمع العراقي وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا للشباب من الطائف الشعية وهم يقومون بإعادة ترميم جامع عمار بن ياسر في محافظة بابل والذي تعرض قبل أيام عد إلى تفجيرات إرهابية استهدفت ثلاثة جوامع في محافظة بابل وأدت إلى تدمير أجزاء منه فيما وقف أبناء الحي أمام الجامع تأكيدا على وحدة الدم العراقية الأخبار الاقتصادية بعد هذا الفاصل في حقيبة المالية والأعمال أهلا بكم أكد عضو اللجنة المالية النيابية حسام العقابي إمكانية تأمير رواتب الموظفين خلال العام الجاري 2016 وأوضح العقابي أن أطلاق سندات القروض الداخلية يمكن الاعتماد عليه فضلا عن وجود الصادرات النفطية لتوفير رواتب الموظفين مبينا أن الأزمة المالية التي يمر بها العراق هي نفسها التي تعاني منها الدول التي تعتمد على تصدير النفط بذرجة كبيرة لدعم اقتصادها قالت لجنة النفط والطاقة النيابية أن العمل على إنجاز مشاريع القوانين الخاصة بتنظيم صادرات النفط والوردات التي تحققها هذه الثروة مستمرة وأوضح رئيس اللجنة الخاصة بالنفط والطاقة أريز عبدالله أن العمل على زيادة الصادرات يجب أن يتم من خلال أداد وتهيئة القوانين المتعلقة بهذا الشأن لعرضها للمناقشة في مجلس النواب وذلك للتصويت عليها ومن ثم إقرارها مبيناً أن اللجنة أدت ملاحظتها على القانون الأخير صوت مجلس محافظة الأنبار على الموازنة المالية للمحافظة للعام الحالي البالغة 73 مليار دينارة أضو المجلس راجح العيساوي بيّن مبالغ من الموازنة خصصة لدعم العوائل النزحة وتوفير الخدمات وإعادة الإعمار المشاريع المدمرة في المناطق التي تم تطهيرها من تظيم داعش في الرمادي مشيراً إلى أن الأنبار بحاجة لدعم حكومي ودولي لضمان إعادة أعمار المشاريع القدمية والصناعية وتوفير المواد الغذائية والإنسانية للعوائل النزحة في المخيمات ومناطق نزوحهم أعلن محافظ ذيقار يحيى الناصر استحصال موافقة مجلس الوزراء على تأسيس شركة نفط ذيقار وبينا أن المطالبات قد أثمرت وأصبحت عملية إنتاج النفط واستخراجه بيد المحافظة كما بينا أن احتياطي الموجود في المحافظة أكثر من 20 مليار برميل من النفط نعلن اليوم عن استحصال موافقة مجلس الوزراء الرسمية على تأسيس شركة نفط ذيقار ونقول أن مطالبات المحافظة وأهالي المحافظة بهذا المطلب الاقتصادي الكبير قد أثمرت وباتت عملية استخراج النفط وأنتاجه من محافظة ذيقار ومن حقول ذيقار بأيدي أبناء المحافظة وتحت إشرافهم المباشر أن تأسيس شركة نفط ذيقار من شأنه أن يطور الانتاج النفطي في حقول المحافظة والتي يقدر الاحتياطي النفطي فيها بأكثر من 20 مليار برميل نفط كشف رئيس لجنة النزاتي في مجلس محافظة البصرة محمد المنصوري عن ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في مجموعة من المخازن في المحافظة تحتوي على مواد غذائية فضلا عن اعتقال مجموعة من العاملين من جنسيات مختلفة يعملون في تلك المخازن ليست لديهم إقامات قانونية هناك عدة مواد نافذة وغير صالحة الاستهلاك البشري سارعنا إلى هذه اللجنة بالتعاون والتعاون مع الأمن الوطني وبصراحة الأمن الوطني متعاون جدا بهذا المجال حصلنا أمر قاضي لفحص هذه المخازن فأخذنا عينات كثيرة منها منها مادة الماينيس مادة شربة التانك مادة كثيرة من المواد كقسم من المواد غير صالحة الاستهلاك البشري ستتلف بعد مصادقة السيد القاضي على إطلافه أن طاعت نتائج الصحة الأولية أنها غير صالحة بالإضافة إلى ذلك هناك شاهدنا عاملين في هذا المخزن من جنسيات مختلفة أنهم مخضعين لهذه الشروط والشروط السفر أيضا صدر أمر قاضي باعتقالهم في سياقات عالمية شهدت محافظة البصر افتتاح أكبر مجمع تجاري للتسوق في بدرة تهدف إلى الارتقاء بالواقع الاقتصادية واللحاق بالركب العالمي في مجال التسوق والاستثمار التفاصيل نتبعها مع محمد جابري أكبر مجمع تجاري افتتح في محافظة البصر كلفة المشروع بلغت 162 مليون دولار وتم افتتاحه جزئيا مع بداية عام 2016 ومن المؤمل أن يتم اكتمال المرحلة الثانية في المشروع في الفترة المقبلة هو حقيقة مرحلتين المرحلة الأولى هو المول اللي احنا اليوم داخل المول المرحلة الثانية هي المشيات الفندقية المرحلة الأولى بعون الله اكتملت وان شاء الله بعد شهر نبدأ بالمرحلة الثانية اللي هي المشيات الفندقية كلفة المشروع الإجمالي هي 162 مليون دولار لله الحمد لم نتأخر يعني المرحلة الأولى هي كان ثلاث سنوات وخلصنا بثلاث سنوات الحمد لله بالنسبة للفتاح كان شكوير اليوم كان حدث جدا حلو ومفرح ويأهنيهم على اختيار هذا الوقت انه وقت جدا مناسب بحقيقة بصرة تفتقر إلى المرافق الترفيهية ولذلك كان ممتاز هذا التوقيت ويحتوي المشروع على مختلف الشركات التي تعمل على بيع مختلف البضائع العالمية والمتميزة والتي تتوفر باختلاف عن باقي المحافظات العراقية اهل البصرة اليوم اهل البصرة بدل ما يطلعوا يتسوق من خارج المحافظة ومن خارج الوطن يقدر انه من خلال هذا التسويق ومن خلال هذا المكان يقدر يتسوق ويلقى كل البضاعات العالمية اللي يحتاجها ويفتقر لها اكثر الاسواق في الداخل المحافظة الزائرون الى المجمع التجاري عربوا عن سعادتهم بافتتاح هذا المجمع كون ان المحافظة لا يتوفروا فيها هكذا مشاريع هو مشروع اكبر مشروع يعني مثل ما يقولون بالبصرة واحنا هستانا دخلنا وشفنا كل شيء متوفر بي سينما ومطعام ويعني نطبع احنا انه تكون البصرة بعد افضل يعني الشيء اللي موجود به يعني مقارنا الى اللي موجود بدول العالم يعني والله يعني انا شدت اصلا انتظر هذا اليوم على مدير فتح تايم سيكوير هواي يعني اشوف الصور مثل السينما يعني شغلاته هواي من نفس المكان مكان واحد بس ما توقعت يعني هي شيء مكان حلو بعد 13 عاما تشهد محافظة البصرة افتتاح اكبر مجمع تجاري في جنوب العراق وهذا يدل على ان البصرة عاصمة اقتصادية محمد الجابري المدى بددت اصعار النفط مكاسبها المبكرة يوم الاربعام متراجعة صوب اقل مستوى في 11 عاما اذ بددت المخاوف الناجمة عن تزايد المعروض وارتفاع المخزونات العالمية اثار القلق من التوترات بين اكبر منتجين في الشرق الاوسط وبلغ خام برين ستة وثلاثين دولارا وخمسة واربعين سنتا للبرميل وارتفعت العقود الاجل للخام الامريكي الى ستة وثلاثين دولارا وثمانية سنتات للبرميل بعدما انخفض تسعة وسبعين سنتا في الجلسة السابقة اخيرا توقعت الهيئة العامة للانواع الجوية ان يشهد تقص اليومين المقبلين امطارا في شمالي البلاد وصحوا الى غائم في الوسط وجنوب وذكر بيان للهيئة ان تقص يوم غد الخميس يكون في المنطقتين الشمالية والوسطى بين غائم جزئيا وغائم وفي المنطقة الجنوبية صح ونام درجة الحرارة الصغرى متوقعة في مدينة بغداد فستكون احدى عشرة درجة مئوية والاضمة عشرين درجة مئوية كما اضاف البيان ان تقص يوم جمعة المقبلة سيكون في المنطقة الشمالية غائما مصحوبا بتساقط امطار غزيرة وفي المنطقتين الوسطى والجنوبية غائما جزئيا الى غائم مع فرصة لتساقط الامطار في اماكن متفارقة خاصة في الاقسام الشرقية منها وهذه انتقالة الى اخبار الرياضة مع زميلة اناس مرحبا اناس اهلا النور اهلا الرياضة اهلا احباتي المشاهدين اليكم نشرة الاخبار الرياضية بعد الفاصل اهلا بكم مؤكدت وزارة الشباب والرياضة عزبها على اكمال قانون الاندية ورفعه الى مجلس النواب واقراره رسميا واكد وزير الشباب والرياضة عبدالحسين عبطان ان الاجتماع الذي تم عقده مع الاندية المعترضة على تعليمات اللوائح الانتخابية نجح في وضع الاسس الصحيحة لحلول منطقية نحو اقامة انتخابات سليمة تقام في موعدها المقرر واضف ان ما تم تداوله كان عمليا ولم يكن متشنجا واتسم بالهدوء والصراحة والحرص على الرياضة العراقية قرر اتحاد الكرة رفع عقوبة الحرمان عن جمهور فريق السماوة عقب دراسة الالتماس الذي تقدمت به ادارة النادي واكد الاتحاد ان ما اكتبه التنفيذي ارتأى رفع العقوبة مراعاة لتأريخ وعراقة النادي فضلا عن التعهدات التي قدمها اعضاء الهيئة الادارية للنادي بعدم تكرار ما حصل من اعمال شغب من اشخاص محسوبين على جمهور الفريق اكد اتحاد الكرة انه سيقيم خمس دورات تدريبية اسيوية لمختلف الفئات والدرجات خلال الشهر المقبل وقال رئيس اللجنة الفنية مالح مهدي ان الشهر المقبل سيشهد اقامة دورة تدريبية في اتبي في العاصمة بغداد فضلا عن تظيم دورة تدريبية خاصة بكرة الصالات في محافظة البصرة واضافة على محافظة بابل ستحتضن دورة تدريبية اسيوية في اتسي على ان تضيف بغداد دورتين تدريبيتين من في اتسي وبي في الشهر ذاته قال عضو الهيئة الادارية لنادي الزوراء عبد الرحمن رشيد ان فريقهم الكروي سيلاقي دفطة جنوب بذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس العراق بغياب اربعة من ابرز لاعبي وقال رشيد ان الفريق سيفتقد جهود اللاعبين على مهاوي ومصطفى محمد ومهند عبد الرحيم وكرار محمد لوجودهم ضمن القائمة النهائية للمنتخب الاولمبي الذي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس اسيا المؤهلة لاولمبيات البرازيل حدد الاتحاد العراقي لكرة اليدة 13 من الشهر الجاري موعدا لانطلاق مباريات المرحلة الثانية للدور الممتاز واكد اتحاد اللعبة ان اختيار هذا التوقيت جاء بسبب مشاركة 22 مدربة من عموم محافظات العراق بينهم مدربو فرق الاندية الستة في الدورة التدريبية الدولية التي تحتضنها البحرين للمدة من السادس حتى الثاني عشر شهر الحالي يشار إلى ان فريق الشرطة يتصدر الترتيب العام للدور الممتاز عود فريق البحر تدريباته على قاعة الاصمع في محافظة البصرة استعدادا للتجمع الرابع للدور الممتاز بالكرة الطائرة الذي ستحتضنه العاصمة بغداد مطلع الشهر المقبل واكد الملاك التدريبي للفريق انه سيعمل على تلف الاخطاء ورفع الجهزية الفنية والبدنية لللاعبين خلال الوحدات التدريبية لاسيما انهم لم يكونوا بالشكل المطلوب في التجمع السابق واوضح نتحاد اللعبة وعد ادارة النادي بالتنازل عن قراره بشأن حرمان اللاعب ايمن علي لموسم واحد يواصل منتخب العراق للجودو تدريباته اليومية بمعسكره التدريبي في العاصمة الاوسباكية تشقند باشراف الاتحاد الدولي للعبة الذي سيستمر لمدة عشرة ايام واكد اتحاد اللعبة ان المعسكر يأتي تحضير للمشاركة في بطولة افريقيا المفتوحة التي ستحتضنها تونس في السادس عشر من الشهر الجاري الذي ينتظم في المعسكر ثلاثة لاعبينهم محمد ستار الذي تأهل الى اولمبياد البرازيل وحسين علي واحمد عبد العظيم اخيرا اكد الاتحاد العراقي لالعاب القوة موافقة السورية وفلسطين على المشاركة في ماراثون بغداد الدولي الذي سيقام في التاسع والعشرين الشهر الجاري واوضح الاتحاد انه سمى لجان العاملة على تحضير بنامج الماراثون لاظهاره بحلة جميلة وتنظيم الرائع اذ حدد يوم السابع والعشرين الشهر الجاري موعدا لاستقبال الوفد المشارك فضلا عن تحديد جوائز مالية بالفائزين من المركز الاول الى العاشر لكل الجنسين شكرا لحسن المتابعة هذه عودة للزملاء بعد الفاصل شكرا لك اناسا قبل الختام تذكيرنا بأهم العناوين الجيش الارقي يحتفل بالذكرى الخامسة والتسعين لتأسيسه والعبد يؤكد ان عام 2016 سيكون عام الانتصار على دعشة وزير الدفاعية القوات المسلحة للاستعداد لتحرير الموصل والتحالف الدولي يقول ان العملية تحتاج الى تكتيك خاص لهزيمة دعش على رقو يتوسط لتهديئة الاجواء بين سعودية وايران سلميا وشباب في محافظة بابل يقومون بعادة ترميم جامع عمار بن ياسر بعد تفجيرها الحكومة والبرلمان يدرسان تقليص اعضاء مجالس المحافظات لمواجهة الازمة المالية والمالية النيابية تؤكد تأمين رواتب الموظفين خلال العام الجاري نشرتنا الاخبارية انتهت شكرا لكم حسن المتابعة وعلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة